فضيلة الشيخ أفقكم الله يقول السائل أنا أعاني من وسواسٍ شديدٍ أثناء الوضوء وأثناء الصلاة نعم يقول أنا أعاني من وسواسٍ شديد أثناء الوضوء وأثناء الصلاة فأنا أثناء الوضوء عندما أغسل وجهي مثلاً وأنتقل للعضو الذي يليه أنسى أنني قد غسلت وجهي وأضطر إلى إعادة الوضوء فأصبحت أعاني معاناةً شديدة فقال لي أحد المشائخ لا تلتفت إلى ذلك ولكن عندما أفعل هذا ولا ألتفت إليه أشعر بضيقٍ في الصدر وتأنيبٍ للضمير وبأنني مقصرٌ في حق الله وخوفًا من عقابه فما العمل وفقكم الله هذا الذي قال لك هذا الشيخ هو الحق والصواب واترك الوساوس وضيق الصدر ولا اتركه ولو كان إنه يضيق صدرك في أول أمر كذا هذا يزول إن شاء الله ولا تلتفت إلى الوسوس واستعذ بالله من الشيطان نعم الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله